في الفنال وخسرت انسجبر وانا ثم سؤال قاعد يدور في مخي شنية اللي صار بشرينا الرندمان دائما على انسجبر نحاول نفهم شنية الموضوع شنية اللي صار بالضبط ستقوني اكس بيكاسيون واحدة بالنسبة لي وتصير اللي سبورتيف انسبورتيف قتلي هكا يبدى عنده ديفي كبير ديزانو مع انت وضعي كما تحط في انسجبر فينال متعاون بلودون يبدى يقول الروحو هكا في مخه بينه وبين روحو قبل الماتش يبدى يسئل في روحو مشيش نخسر ويقول لكين نخسر زعم اش بشي سير زعم بش نعاود نخسر مرة اخرى سور توعد هيا خاسرة دو ماتش قبل دو فنال قبل يمشيش يسير لي كما عم نقول يعني شفتوك الاسألة الكلها تحوم حول كلمة نخسر 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 كما يقول المصري حيكون شكلي وحش والافكار هذية تبدى تقعد الدور 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 سيكل تعمل سيكل في المخه تباعة بشيطة تركيز المورال وهنا المشكلة يظهر لي ذاية هو اللي صار مع انسة تم جوارات اللي محالة الأفكار هذه الكل تتلاشى دوبما يدخل للتيران برشا كالجواراتك اللي مايخافوش من النهائيات كيما توا نوعية إيجاج فيونتاك ولا جوكوفيتش ولا لكن زادروا ثم برشا جوارات قلت لي يابت للتيران ماشي في بالو أنو كيبش يدخل في الكمبيتسيون الأفكار هذه بشتمشي على روحها كيابة للتيران مش رتمشي بالعكس تزيد تتضخم كيابة الترح تبدأ عر تظهر عليه هكذا التوتر في وجهه في حركاته وهذا يظهر لي لي صار مع أنس بالضبط تقول لي تحسوا أنه كل شيء يعكس حتى حاجة فازة نورمال تحسوا أنه الأمور ماشية ضدها وتولي تدخل في كونفريت كونفريت الداخل مع أنت المسألة الكل رأوا الشيء اللي يصير الداخل هنا رأوا فيلم كامل صدقوني فيلم كامل تصور أنا الكتابة كان يسألوها على السيناريو اللي ساير في مخة في كل لحظات ذيك أفضل فيلم كامل وشوية بشوية تبدأ هكا تدخل في حالة من اليأس وشوية بشوية تبدأ تسل وذي ذهر لي ريناه بوضوح سيرتو فيلم دوزيام سات وقت اللي وصلت تروازا 1 وفي الرجعة اللي رجعت عليها فوندروتسوفا تروازا 2 وقالت أونس خايفة تمشيش يتكرر لي السيناريو متاع المجموعة لول وجوستو ما إذا بشتخاف من حاجتي ما بججيك معانتها فيلم كامل قاعد صاير في مخة يظهر لي هنا ما أذيه الإكسبليكاسيون الوحيدة تفسير النفساني اللي صار أونس جابر هو هذا وذي ما نتصور كان السيناريو هذا اللي صار مع أونس جابر فيزيك ما عنده حتى مشكلة الصلابة الذهنية اللي نهابها في الماتش متاع سابالينكا خلتنا نطمع وأنها مع تحاضرة نفسانية هو المشكل في التحذير النفساني للفنال الطريقة محذرة روحة للتورنواة يعني تأهيل نفساني شامل للتورنواة مريقلة فيه أما تحذير نفساني خاص بالفنال هو لمسارش سيكلاير وأنه لمسارش تحذير نفساني للفنال وهنا نجم اللوم على الإطار بتاع الإعداد الذهني مفروض الماتش بتاع الفنال عنده إعداد خاص به تحذير خاص بالفنال مختلف على بقية الماتشوات ليس كيف كيف ليس كما الكار والدومي فينال والويتام كما الفنال مختلف كمبليتما لك الإكسبليكاسيون الوحيدة هي هذي أنا اللي اظهر لهكا الإكسبليكاسيون الوحيدة هو الإعداد الذهني للنهائي ليس للترنوى الكل يعني ميلاني كانت ناجحة في إعداد أنزجابر دوران الترنوى كامل وخرجتها من حالة كانت فيها ما قبل الترنوى الحالة أخرى رينها عليها دوران الترنوى لكن فشلت في تحذيرها للفنال وما خدمتش معاها كومي الفو للماتش بتاع الفنال نورمال ما معد ذهني وصيرتو في الكام بتاع أنزجابر أنزجابر ولد عندها مشكلة في الفنال واضحة سيكلير من تولين عنا 12 فنال ربحين منه اربعة وخسرين ثمانية يعني هليا كالكشوزكي كلاش مفروض تحط تحذرها على سيناريوية ركت نجم تخسر رول وانت تواب معلتا نعرفش أنا من مفروضك لكيستيون الأسألة اللي كنت نحكي عليهم اللي هي باش تطرح على روهم زيت قد ما هي باش تعمل معها المعدة الذهنية كل أسألة ذوكم مش يدوروا في ذهنة آما ترانيها على أنه تغير صيغة السؤال فقط ما تخليش كلمة خسارة في مخك الدور اقلبها اقل نفس السؤال حطوا بسيغة أخرى سيتو هاذا يرون معدد الذهني شي يعمل روه معانتا يحطك في إيتاب فوزيتيف معانتا يلعب على العبار على جد مو معانتا في بلاس تقول زعمة نمشيش نخسر هي بدلوا بدلوا نفس المعنى ما حطوا بطريقة أخرى زعمة كي نربح شبش يسير حط في مخك السؤال هذا ما تحطش زعمة كي نخسر شبش يسير زعمة المرة في بلاس تقول زعمة باش نعود نخسر لا تقول زعمة المرة هذي نربح هذي نربح هم في بلاس تقول اشتر الكاس فارغ قولوا اشتر الكاس مليا هذي روه من المفروض الخدمة اللي يخدمها المعدد نفسي روه المعدد الذهني يعني فريمو معانتا والله قعدت تصدقوني ونصور الناس كل روه معانتا الناس كل اللي نتبع ونشجع في أونس جابر ونحبوها ونحبوها كان الخير بالطبيعة ونعاود نأكد ونقول ارانا باش نقعدو ديما نشجع في أونس جابر دانك كمش كونها خسرت الفينال هذي كهاو نا نا هذي خسرت معركة ولم تخسر حرب مازالت الماتشوات ومازالت الفينالات ومازال باش تلعب وقد داش من جوار خسر دي فينال ومبعد بدا يربح في الجران تيتر دي جا كيم كليسيرز اللي تحبها ياسر وان شاء الله هتدخل معاهم دي جا ثمة واحد من الاخوة قال والله علش لا ما تدخلش معا الاطار الفني متاع أونس جابر والله فكرة بيه هي ياسر لو كان في الدهور نوار كبار هذوما تكون مستشارة فنية وحتى نفسية علش لا خطر مرت بنفس التجربة كيم كليسيرز تجربة رهي قاسية برشا كونك تروا فينا الجران شليم تخسر فيهم كيم كليسيرز مرت بنفس التجربة خسرت تروا فينا اللولين ينوم بعد تمكنت بيش تكسب دانك انا نتصور لو كان هي تقترح على كيم ولا كيم تقترح على أنس بيش تكون معاها في اللي تورنوا هذوما الكبار اللي تورنوا دي جران شليم والله فكرة هاي لبرشا ونتصورها بش تكفيدها برشا 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 ومش كان كيم راهو فما برشا جوالات خسروا برشا تيتروات خسروا برشا فينا لات وبعد بدت تمشي معاهم الامور وبعد بدأوا ياخذوا في ألقاب كبيرة يظهر لي أشهر واحد في الحكاية ذي هو إيفان لاندل إيفان لاندل وكبير تيتروات اللي اخذاه لكن بعد ما حتى هو فشل في مجموعة من الفينالات وبعد بدأت تمشي معاهم الامور وما ايسش وانا متأكد وانو انو انزجابر مهيش بش تايس وعننا ثقة كبيرة فيها وانها إيفان 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 بش توصل في يوم ما تزتيتر جوستانا اللي غادني وانها حرام وانو لقب سهل كما هذا ضع لها هذا سهل من ناحية الفنية اما من ناحية الذهنية ديما يبقى تيتر في نال يبقى صعيب مهما كان اسم منافس من خطر المسألة معادي ما هيش مربوطة بالأدفرسير متاعك مسألة ذاتية الصعوبة الذهنية حاجة الانتريار أما فنيا كانت أعظم فرصة أكبر فرصة بالنسبة لها يعني حتى في المستقبل بالجهة في ورصة أخرى وبحاول له بالجهة في ورصة أخرى ما هيش بالجهة فنيا من خطر المسألة أو على الأدفرسير ما نصورش بالجهة بالسهولة هذية إن شاء الله أكيد أكيد بحاول له مش تازد ترك الكبار في المستقبل نعرف عندها عزيمة كبيرة ياسر وأنسجابر المهمة في المستقبل فهو ترافايس يورسو كوتيرا وقت اللي توصل النهائي هراه اللي نهائي عنده عنده إعداد ذهني خاص مش كيما بقيت الماتشوات ومش أي نهائي طوا خطر نهائيات الأخرين العاديين تعالي تورنوار العاديين ما عندهش مشكلة ما عندهش كل كمبلكس فيهم خطر عمالين راو نكونوا صريحين ولا تله شبه عقدة دونك يلزم اعداد خاص نهارة اللي بحوله له وان شاء الله قريبا تعود توصل النهائي متاع يلزم اعداد خاص للماتش فينال يلزم الاعداد يكون خاص سبيسيال مش كيما الاعداد متاع بقيت ماتشوات وانتوك انا حبيت نعمل الاطلالة هذية باش نوري لكم شوية من الردود الفاعل والرياكسيون متاع انسجابر بعد الماتش بطبيع نسكول سمعنا الحوار متاعها الانتريفيو والتعاطف الكبير اللي لقاتوا من الجماهير ومن حتى من مرت ولي العهد متاع بريطانيا ومن برشة شخصيات معروفة في العالم برشة تعاطفوا معها وحبوها فريمونت هز اللقب هي ديجا هبتت بيبليكاسيون بعض الماتش وكتبت فيها نعمل 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 ومريطانيا لجلسي ومريطانيا تسلب منها ويسرع لها وجاوباته كما ريت برشة تفاعل مع برشة أسف من تحاتي فندروسوفا م姑姑 ليس مصدقة روحة ليس حتى روحة بشتهزة تيتر جملة والله فريمان هذك اللي اسفنا اللي اسفنا وانه عنده سال كيميريت دوغانيلو تورنوى على البركور كامل ما انصفتهاش ما انصفهاش الحظ في الماتش متاع اليوم فاندروسوفا كانت افضل وعرفت تلعب بذكا كبير وخليت انصف تحت الضغط وخليت انصف تشك في روحة اللي تريز انتليجانت باندروسوفا لعبت على نفسية انصف وعرفت كيفاش تفك الماتش من انصف وما اضطربتش حتى وهي متأخرة في السكار ما اضطربتش على خاترها كما قلت بكري داخلها بمنطق وتتجاني ريانا بيرتر يعني داخلها في الربح خارجة من الخسارة عندها ما تخسر هكا ولا هكا هي مهيش فافوريت دونك ما حتى اشكال له كان خسرت ولو كان ربحات بش يكون انجاز كبير ياسر بالنسبة لها دونك حتى وقت اللي كانت متأخرة في السكار كانت تلعب وهي ركزة مهيش متقلقة وبالتالي عملت ضغط كبير على انس جابر اضافة للضغط اللي هو موجود بتبيعته عند انس جابر وكانت ثابتة في اللي زي شانج كيفاش معانتها وانها قلقت انس جابر ما عملتش رهي ما حطتش كرة صعاب على انس جابر وتمركي البونتو سواء انتوليزان القوة وإلا اللعب على الاتراف متاع تيران وفي برشة مرات على الدروب شوت اللي كان فاشل برشة اليوم كان فاشل فاشل ذريع اليوم وذكا دونك اللي خليها تغلط يعني اذا كان انس جابر تكتيكيا عرفت كيفاش تتعامل مع الوضعية وما دخلتش في اللعب اللي فرضاتو عليها فندروسوفا عراه ما صارش ليسار وبالطبيعة هي فك الظرف هذكا في اللي تادي سبري اللي هي فيه صعيب باش تراوت فيه بالشاي اللي ساير على الميدان هذك عليش صعبت عليها الحكاية كيما قلنا لو كان جات في انهاء مع انت لو كان جات في مخة مع انت في اتاء عادي له اصلا ما توصلش فندروسوفا تسيطر على التبدلات وتفرض على انس جابر طريقة اللعب متاعها خاطر انس جابر اليوم قلناها ضعيفة في الارسال متاحها كيما قلت لكم هذي بسبب وانه العضلات متاحة ماهيش بش تجاوب وقوة الارسال تستوجب وانه العضلات تكون فري وبالطبيعة اذا المخ يخدم بالشكل اللي فسرته لكم بكري اكيد وانه العضلات مهيش بش تجاوب كوم يفو وذك عليش كانت كورات متاحة مهيش بالقوة المطلوبة اللي تحط فندروسوفا عن ديفيكوتيه حالا غالب طاوا تاوا بسبق السيف والعضل ان شاء الله هيكون اللي يكون درس الانس جابر بش المرة جاية واكيد بحوول الله بيشتوس لبليزير فينال مازال عندها سنوات قدامها في الو نيفو واكيد بيشتوس لبليزير فينال في المستقبل لتورنوات جران شلام وان شاء الله بيشتوس لها درس بأشتوس لتعرف المرة جاية على شنه يتركز لازمها وقت اللي توصل الفينال تعمل تحذير خاص للمباراة النهائية والإعداد الذهني في المباراة النهائية يلزم يكون مختلف على الإعداد الذهني اللي بقيت المباراة ونجاب الرا براتيكمان في اللي دومي فينال ما تخسرش أما المشكلة هو كونه في الفينال ولا تخسر ياسر تعمل للموضوع ذي في المستقبل خيم قولوا هارد لك لونز جابر وديما نحب نكون بوزيتيف نفاند كانت احنا او دبو في البريود اللي فاتت مع الباس اللي كانت في المستوى يعني كالتاحة اللي تحتها في المستوى متاحة لونز جابر ما كناش تعمعين وانو نوصل للمستوى هذي ونوصلوا للفينال متاع دورة ومبلودون وكانت أقصى أمان ان كاردو فينال في ومبلودون بورغاني كلكو بوان باش تقعد في التوب تان واذا بنا القينا روحنا في فينال وكادت وكادت ان هتهز لقب دونك يفو يزمنا علىقل يزمنا فينالما نخزر الجانب الإيجابي في الموضوع نخزر لشتر المليان من الكاس مش شتر فارغ من الكاس جيدا 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 إن شاء الله سنلقاوك في فينال جران شليم اللي بلوتو بوسيبل عنا قدامنا لوياسو بين دونزا موائي دمي بعد شهر ونص بحول الله علش لا ما تعودش السيناريوم تعامنا ولكونه فينال ومبلدون ونصويت فينال لوياسو بين اللي عند ربي مش بعيد وعننا فيك ثقة قريبا قريبا بشتهزلنا تيتر جران شليم ماذايا نعود نأكد ثقتنا كبيرة فيك وأنك تيفالو ثار تؤتر كنت معكم مورد بالحجم تونس شكرا على المتابعة إلى اللقاء